اشادت سعدة الاستاذ فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بجهود الكفاءات الوطنية التي تدعم الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها في سبيل التصدي ومواجهة جائحة فيروس كورونا مثمنة النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في هذا الشأن لدعم جهود الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع واكدت وزيرة الصحة لدى زيارتها لوحدة الترصد والمتابعة التي تم تتشينها مؤخرا بمبنى وزارة الصحة من أجل تقديم الدعم لإدارة الصحة في ترصد وتتبع الحالات القائمة بفيروس كورونا أكدت على أهمية الدور الذي يطلع به الفريق المعني بالاتصال وتتبع أثر المخالطين من أجل مساندة الصحة العامة لمواجهة الفيروس خاصة في مجال الاتصالات والمتابعة والتنسيق لمساعدة هذه الحالات بهدف إطلاعهم على الإجراء اللازم القيام به والمتعلق بالإصابة بالفيروس إضافة إلى متابعة الإجراءات الوقائية المتبعة معربة عن شكرها وتقديرها لكل فرد من المجتمع البحريني ممن كان له الدور في سبيل مواجهة جائحة كورونا من جانبها استعرضت الدكتورة نجات أبو الفتح مديرة الصحة العامة مهام الفرق التي خصصت لدعم فريق الترصد والتتبع بقسم مكافحة الأمراض والمسؤوليات التي أصندت لهم تم تدشين هذه الوحدة اللي هي وحدات المساندة لإدارة الصحة العامة وهي تساند في تتبع المخالطين وإجراء جميع الإجراءات اللازمة بخصوصهم بحيث أنه ما يتم عزلهم والتأكد من أنه ما عزلوا نفسهم وطبعا هذه من الوحدات اللي فعلا كنا محتاجينها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية اشتركوا في القناة